السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم انا احمد عيدو انت بتشوف قناة هاتف ده تسريب من كورس جوجل اتس 20-23 بالأبجريد الجديد والتابع لدبلومة تصميم المواقع وتسويق الشامل الممول وقسم الاعلانات بجوجل طبعا هنشوف بعض التريكات اللي شرحناها في المحاضرات بشكل تفصيلي المحاضرات دي مقصوصة كجزء ترويجي للكورس طبعا هنشوف بعض الحاجات وايه اهمية التحديثات اللي موجودة جديدة وايه بعض التريكات والمهارات القوية جدا في الكورس ده هنستفيد بها ازاي نشوف مع بعض الجزء ده بيتكلم عن كيف تجعل النص الاعلاني يتكتب تلقائيا بنفس الصيغة اللي بيكتبها العميل وبنفس منطقته الجغرافية يعني ايه الكلام ده انت عندك العميل او اي شخص بيقوم بالبحث داخل جوجل بكل منطقة جغرافية هو قاعد فيها وانا افترض مثلا قاعد في مدينة الاحساء او قاعد في مدينة مثلا الرياض قاعد في اي مدينة من مدن السعودية او اي مدينة في اي دولة عربية وبيدخل يبحث عن خدمة هو اعوزها فبيكتب مثلا والله تنظيف خدماء تنظيف شواء مثلا تنظيف سيارات بيع اراضي او عقارات بالرياض بجدة بالاحساء كده تمام ده الطبيعي اللي بيكتبه العميل طيب تعال نشوف مع بعض عملية بحث تقليدية الاول بالتم وبعد كده نشوف النتائج اللي بتظهر لنا ايه وبعدين نتعلم التحديث اللي هنعمله او الابجريد اللي هنعمله على الحملات الاعلانية بتاعتنا سواء كان اعلانات اتصال او اعلانات خاصة بالديناميك تيكست ونشوف النتائج اللي هتظهر بشكل مختلف بميكانيكية افضل واقوى كتير جدا وهتلفت انتباه العميل وهتحقق معدل نقرة اعلى كتير جدا من المعدل الطبيعي اللي موجود في الاعلانات بتاعتنا طبعا معدل نقرة مش وهمي معدل نقرة حقيقي ان شاء الله مية في المية نشوف مع بعض لاحظ معايا هنفتح محرك البحث جوجل وهنبتدي نعمل سيرشنج على حاجة احنا عاوزنا وهنا نفترض مثلا شركة تنظيف منازل لاحظ كده معايا انا ما كتبتش لبلد ولا منطقة ولا اي حاجة حصل ايه تلقائيا لان انا في مصر فكتب لي مباشرة الاماكن اللي موجودة بشكل عام على الخريطة مثلا شركة تنظيف منازل في القاهرة مع ان انا مش قاعد في القاهرة شركة تنظيف وتطهير بالقاهرة برضو انا مش قاعد في القاهرة هننزل تحت كده شوية هنا مثلا القاهرة هنا مثلا هنا من غير اسم شركة خالص تمام لكن الجزئية اللي فيها اعلانات ممولة حاليا في اللحظة موجودة على القريطة مش محدد فيها تحديدا الشركات الايه القريبة مني لان انا في منطقة تانية انا في محافظة تانية خالص انا في محافظة الجيزة هنا بيتكلم عن محافظة القاهرة مع أني ما كتبتش هنا حاجة ده معنى إيه؟ ده معنى أن المعلن هنا بيستهدف منطقة عامة زي مصر مثلا زي ما أنت بتستهدف مثلا في إعلانك السعودية أو بتستهدف في إعلانك جدة فبيظهر لك الإعلانات التقليدية اللي ظهرها في المساحة دي كذلك لو فتحنا جوجل وبحثنا من داخل الأدايا اللي احنا بنعمل بيها فحص للإعلانات بتاعتنا وبنشوف جودة الإعلان بتاعنا بنستخدمها كمان في البحث نشوف ترتيب الإعلان بتاعنا اللي اسمها معاينة وتشخيص الإعلانات نفتحها كده زي ما شرحنا في المحاضرات السابقة بشكل تفصيلي نشوف مثلا هنا كتبنا شركة تنظيف منازل هتلاحظ معايا برضو هنا هياخد اللوكيشن بتاع المنطقة اللي موجودة في الحساب الإعلاني وهيبتدي يبحث لاحظ كده معايا تنظيف منازل يعني ما فيش تطبق بشكل كامل المعاينة بتاعت الإعلانات هنا هنشوف كده مثلا أحصل على أربع عروض أسعار في القاهرة مش عارف القاهرة لاحظ كده قاهرة كله قاهرة 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 لأن المعلن مستهدف مصر مستهدف المناطق مثلا بتاعت القاهرة بشكل أكبر مستهدف مناطق بشكل عام أو جوجل مش إيه مش أريا أنا ببحث عن أنهي منطقة أنا مش كاتب لها للمبرمجين بتوع الإعلانات اللي هو كاتبين الإعلانات صيغين الإعلان بخورزمية تحدد اللوكيشن ولا أنا كاتب في محرك البحث بتاعي مثلا منطقة معينة بس أنا كاتب كلمة معينة مثلا كاتب شركة تنظيف منازل بص كده حصل إيه آدي واحد كاتب ليه أفضل شركة تنظيف منازل وليس كلمة شركة تنظيف منازل يعني جاب كلمة مختلفة بس مشابهة للكلمة اللي أنا بدور عليها آه هي نفس المجال ولكن مش نفس الكلمة ننزل على اللي تحته هنشوف مثلا هنا شركة تنظيف المنازل وليس شركة تنظيف منازل هنا الوحيدة اللي جات شركة تنظيف منازل ودي موجودة على الفيسبوك مش إعلان ممول من ضمن الإعلانات الموجودة في القائمة كويس؟ طيب إيه اللي إحنا هنعمله بقى؟ اللي إحنا هنعمله هي خوارزمية جديدة هتمكنني من أني أنا أظهر للعميل حسب مزاجه هو يعني إيه؟ يعني العميل كاتب هنا شركة تنظيف منازل يبقى أنا لازم أظهر بإعلاني هنا هو بأول كلمة هو كاتبها شركة تنظيف منازل بنفس النص اللي هو كاتبه فوق كده العميل ما كتبش هنا هو ثين؟ أنا هخلي إعلاني أوتوماتيكيا يلقط أول حاجة الكلمة المفتاحية اللي بيكتبها العميل أيا كانت حتى لو الكلمة دي أنا مش مستهدفها من ضمن الكلمات المفتاحية بتاعتي تم تخيل؟ هنعمل خوارزمية تخليه يلقط الكلمة المفتاحية اللي هو بيكتبها والخاصة بالمجال ده تمام؟ طيب لقط الكلمة المفتاحية وكمان هتلقط اللوكيشن اللي موجود في العميل اللوكيشن اللي موجود في العميل يعني لا هتعرف جوجل لوحدها هتعرف هو العميل ده واقف فين موجود فين دلوقتي يبحث فين ولاهت من أنهي شبكة والنفطرد مثلا لاهت من منطقة في الرياض اسمها مثلا الازدهار حي الازدهار يبقى العميل اللي واقف في حي الازدهار ده عفوا العميل اللي واقف في حي الازدهار ده automaticly google هتعرف والعميل كتب كلمة شركة تنظيف منازل automaticly google هتعرف فهتروح جايباله هنا الإعلام بتاعك بنفس الصياغة دي شركة تنظيف منازل بحي الازدهار منطقة الرياض وتروح كتباله رقم تليفونك طب انت بقى يعني اديني رأيك لما العميل يشوف الكلمة المفتاحية اللي هو كتبها بنفسه هي هي بنفس الصياغة بالزبط ويشوف جنبها المحافظة أو المنطقة بتاعته من غير ما يكون كتب المنطقة بتاعته ويشوف جنبها المدينة الأم أو المحافظة الكبيرة يعني هو لو في مدينة صغيرة وجوه محافظة كبيرة مثلا شوف اللي اتنين دول مكتوبين ورقم تليفون حضرتك أنهو إعلان هشد انتباهه الإعلان اللي كتب له كلمة مشابهة ولا الإعلان اللي مكتوب بنفس الصياغة اللي هو كتبها طبعا الإعلان اللي مكتوب بنفس الصياغة اللي هو كتبها يبقى احنا هنا هنعمل استراتيجية تخلي الإعلان بتاعك يشمل حاجتين الحاجة الأولى هي أنه ياخد الكلمة المفتاحية اللي العميل بيكتبها بنفس النص ويظهرها له في إعلانك يظهرها له مكتوبة في إعلانك حتى لو أنت مش كتبها في الصياغة بتاعت الإعلان ولا مستهدفها من ضمن الكلمات المفتاحية اللي جوه لكنها تمس المجال وخاصة به الحاجة التانية جنب الكلمة المفتاحية هتلقط جوجل أوتوماتيك العنوان بتاع الشخص ده مكانه فين فأنهي محافظة فأنهي مدينة وروح كاتب له الاتنين المدينة بتاعته والمحافظة بتاعته طيب نشوف حاجة عملية مكتوبة بالشكل ده كده عميل يسكن في منطقة حي الإزدهار فعليا والتابعة للرياض دخل على محرك البحث كتب شركة تنظيف منازل هتظهر له شركات كتيرة وهتظهر له سياق كتيرة للإعلان إلا إعلانك أنت هيظهر مباشرة بالشكل ده هيتكتب في الأول نفس الكلمة المفتاحية اللي كتبها العميل شركة تنظيف منازل وهنا العميل مش كتب هو فين ولا كتب في أنهي منطقة أوتوماتيك يروح نزله هنا أنت موجود في حي الإزدهار منطقة الرياض ده رقم التليفون اللي تتصل عليه لو سمحت يبقى كده أنا أغريت العميل بإني وضحت له أنا عارف مكانك كمحافظة كمدينة وعارف مكانك كقرية أو مركز وعارف أنت بتبحث على أنهي كلمة والخدمة بتاعتي بتقدم لك اللي أنت عاوزه بالزبط بدي مصداقية كاملة للعميل من خلال ظهوري بالصيغة اللي العميل نفسه عاوزها أو بيبحث عنها بشكل مباشر بعمل الكلام ده بقى إزاي بعمل الكلام ده من خلال الدخول على منصة جوجل نفتح مع بعض منصة جوجل بتاعتنا منصة الإعلانية بتاعتنا وبعدين بنروح عند الإعلانات الممولة وبعد كده بفتح الإعلانات وبنشئ إعلان سواء بقى الإعلان بتاعي كان إعلان اتصال أو إعلان نصي بس إحنا شغلين نهارده في القسم بتاعي إعلانات المتجاوبة أو الإعلانات النصية هنفتح بالشكل ده كده وبعدين هيفتح معي ميكانيكية إنشاء الإعلان بنزل تحت أبتدي أكتب الأول طبعا الرابط التأكيد ده بضيفه لو حبيت تضيفه في الإعلانات اللي هي النصية بتاعتنا في إعلانات الإعلانات بنتكلم معنا بشكل تفصيلي في جزء تاني من المحاضرة بتاعتنا بفتنا الرابط بتاعنا بعد كده هنا بنكتب المسار الكلمات المفتاحية اللي انت عايزها مثلا نفترض تنظيف مثلا منازل ممكن نكتب كلمة كمان مثلا تنظيف وبعد كده بننزل الجزء اللي تحت بنبدأ نكتب فيه الكلمات الوصفية واللي موجودة عندنا في الكلمات المفتاحية لا انت هنا بقى سيادتك مش هتكتب الكلمات دي مش هنمشي كالمعتاد ومال هنعمل إيه هنعمل الاستراتيجية الجديدة بتاعتنا هتجي هنا داخل العنوان الرئيسي اللي حضرتك بتبتدي تكتب فيه الكلمات بتاعتك أو الوصفات بتاعتك العنوان الرئيسي بتاعنا اللي هو رقم واحد ونعمل القوس اللي بالشكل ده كده هنعمل اللغة انجليزي ونعمل القوس بالضغط على شفت مع حرف الجيم هيظهر معايا أسف اللغة نعملها عاربي مش انجليزي ونضغط على شفت مع حرف الجيم هيظهر معاك القوس اللي بالشكل ده كده لاحظة واحدة القوس اللي بالشكل ده كده تمام القوس اللي عامل زي العلامة دي كده مجرد ما تبتدي تكتب انت القوس ده لاحظ معايا ارتفعت قوة الاعلان إلى جيد ليه؟ لأن كده أنت هتبتدي تدي حرية لجوجل لاختيار الكلمات المفتاحية للعميل نفسه هيكتبها مش اللي أنت كاتبها عندك وبالتالي جوجل هتقدر تودي الإعلان للعميل اللي هي شايفة مناسب بنسبة 100% بدون أنت ما تقيدها بقوانين الكلمات المفتاحية اللي أنت حاطتها سواء بالصياغة اللي أنت كاتبها دي أو بالمطابقة اللي أنت عاملة طيب بمجرد ما فتحت القوس بيديني تلات اختيارات بيقول لي إدراك كلمة رئيسية ولا إدراك الموقع الجغرافي هنا هقول له إدرج الكلمة الرئيسية التي تؤدي إلى عرض إعلاني طب فين الكلمة دي؟ هي الكلمة التي سيكتبها العميل نفسه وليس الكلمات المستهدفة عندي يبقى جوجل هتشوف الكلمات المستهدفة عندي والمجال بتاعي وتقارنهم بالكلمة اللي بيكتبها العميل كل ده في فيمته ثانية يعني وبعدين تشوف الكلمة اللي هو كاتبها وتروح كتبهاله في الصياغة الإعلانية بتاعتك نختار إدراك الكلمة الرئيسية هيروح مديني اختيار يقولي طب فين النص التلقائي فرضنا اني انا ملقتش الكلمة المفتاحية دي تمام عايز اضيف له كلمة مفتاحية سابتة كلمة مفتاحية سابتة في حالة لو انا ملقتش الكلمة المفتاحية دي من ضمن الاستهداف او ملقتش الكلمة المفتاحية بتاعتك دي من ضمن المجال او هو كتب كلمة مفتاحية غريبة بس لها علاقة بالمجال وانت مش يعني معرفناش ان هي لها علاقة بالمجال كلمة جديدة مبتقرة تركيبة جديدة من الترتيب بتاع الكلمة هروح كتب له هنا والله رقم تليفونك مثلا كتبنا رقم التليفون كويس كده بمجرد ما كتبت رقم التليفون يبقى رقم التليفون ده هيبقى رقم تليفون احتياطيا في حالة لو العميل ما كتبش كلمة مفتاحية مناسبة هتطلع له رقم التليفون أو ممكن تكتب كلمة مفتاحية انت عايزها زي ما تحب زي ما انت عاوز هنا هيظهر اوتوماتيك لي الكلمة المفتاحية اللي هيكتبها العميل في محرك البحث طيب لو ما كتبش كلمة مفتاحية في محرك البحث مناسبة هيظهر له الكلمة اللي انت كتبتها له ككلمة افتراضية هنا اهي تمام كده تمام بعد كده هاجي في النقطة التانية هقول له معلش الكلمة رقم اتنين اظهر لي فيها بقى اللوكيشن يبقى انا كده عندي نقطتين اظهار الكلمة المفتاحية وازهار اللوكيشن هعمل برضو القوز ده كده واروح داخل ادرج لي الموقع الالكتروني بتاع العميل بيقول لي مثلا المدينة والولاية والشكل التقليدي يعني ترتيب انت عايزها زي ما تحب بقى مثلا عايزها لأول المدينة ولا عايزها الولاية ولا عايز البلد والمدينة والولاية زي ما تحب وبعدين هقول له تطبيق اوتوماتيك ليه كده خد اللوكيشن خد اللوكيشن بتاعه يبقى هو كده هيجيب اللوكيشن بتاع العميل نفسه مش اللي انت مستهدفه لوكيشن العميل داخل المنطقة اللي انت مستهدفها في الحالة دي انت ممكن تستهدف الرياض مثلا واوتوماتيك هو هيلقط المناطق اللي جوا الرياض ويكتب له على طول الصياغة اللي احنا شفناها في العرض بتاعنا ده شركة تنظيف منازل مثلا بحي كذا مدينة كذا وروح ذكر له رقم التليفون بتاعك بشكل سابت لان احنا ثبتنا رقم التليفون ده سواء كده كتب الكلمة دي وهو عرفها جوجل فيروح مطلع له الكلمة دي مباشرة او ما كتبش الكلمة دي فهيروح كتيب له الكلمة بتاعتك الافتراضية الاساسية اللي هي اللي انت سايبها هنا مكتوبة بالمنظر ده كده وممكن اغيرها طبعا ممكن اغيرها من خلال ان انا اعمل تغيير للكي ووردز دي وخليها كلمة تانية اقول له والله مثلا شركة تنظيف واسيبها كده يبقى كده عند الكلمة الافتراضية الاساسية هي شركة تنظيف امتى يحطها لو ملاقاش كلمة مفتاحية من الكلمات الموجودة في السياق عامة في المجال بتاعتك ومناسبة يروح مطلع له هذه الكلمة او ليه الكلمة المفتاحية بتاعتك التراكيب بتاعتها موجودة مش معنى ان انا بقولك الكلمة مفتاحية انت مش مستهدفها يعني اقصد انت مش مستهدفها بنفس التسلسل يعني ممكن تكون مثلا كلمة تنظيف وكلمة شواء ديف جملة وديف جملة او ديف كلمة وديف كلمة انت مش حاططهم مع بعض في كلمة واحدة فبالتالي جوجل هتدور هنا لقيت الكلمة هتطلعها له هنا في الأول مباشرة زي ما هو كاتبها بالضبط ملقتهاش هتروح مطلعه بدلها شركة تنظيف ورقم تليفون حضرتك لو انت كاتبه بالصياغة اللي انا كاتبها دي تمام؟ كمان عندنا هنا هتطلع له اللوكيشن مباشرة المنطقة مباشرة حتى لو هو ما كانش كاتب المنطقة أثناء عملية البحث زي ما انت شايف هنا كده هتظهر له اوتوماتيك ويتبقى رقم على طول رقم واحد واثنين يبقى رقم واحد واثنين دول هيظهر فيهم العملية دي عملية الكلمة المفتاحية واللوكيشن اللي العميل داخل من خلاله حتى لو العميل ما كانش كاتب الكلام ده في محرك البحث هل انتهينا؟ انتهينا من الجزء الأول والجزء الثاني هنتكلم فيه بقى اني ازاي اخلي دايما النتيجة الأولى والنتيجة الثانية اللي هم النقطتين الأولينين دول هم النتيجتين دول طب ما إحنا كانت بينهم في الأول أهو لا جوجل هتبدل ما بينهم وما بين الحاجات اللي تحت حسب معدل البحث لا أنا عايز أثبت دي وثبت دي فأنا بثبتهم بالدبوس شايفيني الدبوس؟ بتكي على الدبوس ده كده معناها أن أنا بقوله سبتلي دي في الأول وأقوله أن دي تبقى رقم واحد هنا هو مثلا العرض في الموضع رقم واحد هنا مثلا هثبت دي كده وأقوله في العرض رقم اثنين يبقى أنا عندي رقم واحد اللي هي دي ما تتغيرش أبدا تمام؟ شركة تنظيف كذا أو الكلمة اللي بيبحث عنها العميل تمام؟ هنا اللوكيشن بتاعه ودي تبقى رقم اثنين بص كده هنا السعودية لأنه هنا بمجمل بشكل عام أنا لسه كاتب أن أنا مستهد في السعودية لكن لو أنا العميل نفسه بحث وكان جوه السعودية في الرياض أي ظهر وهنا كلمة الرياض ومنطقة كذا المدينة والمنطقة بتاعتها تمام كده؟ نراجع بقى إيه اللي استفدناه من هذه المعلومة استفدنا من هذه المعلومة إن إحنا سبتنا نص فتراضي في حالة لو العميل كتب كلمة أنا مش ضايفها في ضم سياق كلمات البحث كليا مش مهم ترتيبها إيه وفي نفس الوقت عملت السياغة للكلمة المفتاحية اللي اسمها كي وارد عشان جوجل طلقت الكلمة المفتاحية بتاعته وتكتبها لي أوتوماتيك هنا في أول الإعلان كمان أضفت خاصية اسمها اللوكيشن كونتري عشان يديني هنا الخاصية بتاعة لقط اللوكيشن اللي العميل موجود فيه هو موجود في السعودية موجود في الإمارات موجود في أنهي منطقة وهيجيب لي اسم المدينة واسم البلد بتاعتها بس من هنا طبعا لازم أعدل في اللوكيشن بتاعي التحديد بالظبط أنا عايز البلد ولا عايز الولايات ولا عايز المدينة مثلا زي ما أنت عايز بقى بتحدد أنا حددت هنا البلد ممكن نخلي هنا المدينة واقول له هنا تطبيق تمام يبقى اللوكيشن بتاعي والسيتي بتاعتي تمام كده الرياض مثلا منطقة الرياض خلاص احنا كنا مستهدفين طبعا السعودية بشكل عام فهينا ظهر لي منطقة الرياض لان اللوكيشن الاساسي في الاعلان بتاعنا هو منطقة الرياض خلاص كده فالعميل كده مجرد ما يكون داخل الرياض في منطقة معانا او في محافظة معانا هيكتب له هنا مباشرة اسم المحافظة او المدينة الصغيرة اللي هو هيكون موجود جواها من داخل الرياض ذات نفسها ويعمل له شرطة كده الرياض زي ما احنا عاملين في العرض بتاعنا دي كانت النقطة الاستراتيجية بتاعتنا هندخل بقى على نقطة تانية في الاستهداف بتاعنا بشكل تفصيلي في محاضرة السيو السابقة استعملنا ادوات متعددة للشغل الداخلي الخاص بالسيو والان لينك النهاردة هنستخدم جزئية كده مهمة جدا خاصة بالسيو للصور اللي موجودة على الموقع والنمازج الاعمال بتاعتك طيب طبعا في كل المواقع احنا بنضيف نمازج اعمال نمازج اعمال يعني يعني انت بتصور شغلك مثلا وتريد ترفعه على الموقع بتاعك سوى كنت بتعمل بيه مقالات او بتعمل بيه خاصة بالسيرفرس اللي انت بتقدمها او كنت بتعمل بيه مثلا معرض اعمال عشان العميل يتفرج على شغلك ويشوف الجودة سواء كان الشغل ده انت مصوره او انت جاب صور من الانترنت بتعبر عن الكلام ده طيب ليه ما استغلش الصور بتاعتي بشكل احترافي جدا عشان اقدر اضيف داخل الموقع بتاعي سيو قوي جدا للصور يتصدر في جوجل بيكتشار طيب انا استفيد ايه من التصدر في جوجل بيكتشار حضرتك بمجرد ما تتصدر في جوجل بيكتشار على الصور وده سهل جدا وبسيط جدا ولمنافسة في ضعيفة جدا تقدر تتصدر بسهولة من خلال في حدود 100 صورة على موقعك تقدر تتصدر بيهم في خلال ما لا يزيد عن شهر من غير ما تدفع ولا مليم انت مستفيد من ان انت تتصدر في جوجل على الصور لانك مش هتدفع تكاليفة ليه لان خوارزميات الصور سهلة جدا وتقدر تحقن داخل جميع الصور بتاعتك اعدادات السيو الخاصة بالصور فتطلع في جوجل رقم واحد في الصور طيب ده هيتفيدني في ايه هيرفع من الترافيك بتاع الموقع بتاعك هيرفع من ترتيبك على كلمات البحسية اللي جوه الصور وبالتالي بالتالي بعدها مباشرة هتاخد الخطوة التانية وهي الارتفاع في الترتيب على نفس الكلمات اللي ارتفعت في جوجل في ترتيبها تمام يعني انت لما ترتفع في صورة في جوجل بيكتشر على كلمة اسمها تنظيف منازل الصورة بتاعتك بتظهر اول صورة حلوة جدا بعد شوية موقعك نفسه هيظهر في محرك البحس العادي بتاع الكلمات برا على نفس الكلمة المفتاحية برضو نتيجة رقم واحد بس طبعا بياخد شوية وقت لكن وشوية حاجات اللي لازم بتتعمل بس في النهاية انت كده بتساهم في رفع ترتيب موقعك بصورة اسرع كمان جوجل بتصدر احيانا الصور روابط الصور يعني الروابط بتاع الموقع بتاع الصور كنتائج اولى في محرك البحس بشكل عام كنتائج اولى في محرك البحس بشكل عام تمام طيب ازاي انا بتصدر في الصور احنا عرفنا طبعا خواص الشكل تفصيلي وعرفنا شوية حاجات كتير جدا ازاي نعمل السيوت داخلي ونزبطها جوا بدون ما يبقى عندي محتوى مقرر وزاي يعرف المحتوى المنسوخ ولا لا بكل ادوات اللي استخدمناها النهاردة نعرف ازاي بقى اعمل السيوت بتاع الصور طيب الصورة ايه السيوت بتاعها مكونات السيوت بتاع الصورة هو نفس مكونات السيوت بتاعة المقالة نشوف مع بعض هنا هروح لمحرك البحس جوجل وهكتب فيه مباشرة انا عايز مثلا تنظيف شركة تنظيف منازل تمام هيظهر لي بالشكل ده لاحظ معايا في الصور صور اهو بص معايا كده ادي بعض الصور المتصدرة انت ليه بتكونش متصدر انت في النتائج الاولى في هذه الصور الموضوع في منتهى البساطة في منتهى البساطة حاجة بسيطة جدا ازاي يعمل الكلام ده طبعا بمجرد ما تتصدر بالشكل ده انت هي تصدر في محرك البحث برا هنا مع الوقت هتلاقي الشركة بتاعتك بدايك تتصدر وتاخد ترتيب بشكل كويس جدا في المكان يا تلاحذ الشركة بص متصدرة اهي نفس الصورة اللي مخطوطا في الموقع هي نفس الصورة المتصدرة في جوجل سوار هي نفس الصورة اللي الرابط بتاعها متصدر في محرك البحس رقم واحد او اتنين تقريبا رقم اثنين عشان ده فيه حاجات تاني شايفيني الحتة اللي احنا شرحناه في المحاضرة اللي فاتت اللي هي بتاعت اللي هي الخاصة بالاسئلة اللي بتتحط داخليا شايفنا ايه ظهر راهيب العربي في موقع عربي كمان تمام بشكل مناسب جدا انت برضو تدار تعمل الفي زي ما زي ما عملناها في المحاضرة اللي فاتت الخاصة بالسيود داخلي بتاعنا تمام كده طيب نرجع لموضوع الصور بتاعنا نرجع لمرجوع الصور نجيب مسلا صور ما يكونش لاحقوق مش مترتبة كده او نازلة تحت مش عليها شركات زي دي مسلا هنعمل داولود للصورة دي لمجرد منعملها سيف نحفظها في مكان مسلا على ديسكتوب او في اي مكان عندك لو انت شغال في اا اكتر من مجالي يعني تمام وندخل على الصورة دي كده وبعدين نعمل له سيف اي ان كان امتدادة طبعا مش تفرق معي في الامتداد قوي لان انا كده كده هحول امتدادها لامتداد معين تعال معي كده انا عايز اعمل سيو لهذه الصورة اللي المفروضة اعمله للصورة ديت على الموقع بتاعك هناك تعلمنا ان احنا نضيف الالت والميتا تاج والميتا ديسكريفشن ده جوه الموقع جوه الموقع انا هنا عايز اتكلم عن الصورة الوحدها الصورة الوحدها قبل ما ارفعها على الموقع بتاعي بروح اضغط عليها رايت كليك واجيب حاجة اسمها بروبيرتز بروبيرتز دي بتديني حاجة اسمها ديتيل زي ما عرفناها برضو لاحز كده الديتيل عندي فاضية لذلك الصورة مش متصدرة مش ظهرة في محرك البحث في الاول انا عايز املى البيانات الكاملة بتاعت هذه الصورة اللي هي ايه التايتل والسبجكت تمام والتاجات المهمة بتاعتي اللي انا اضيفها جوه الصورة وكمان الاثر اللي هي المؤلف بتاع الصورة وممكن اضيف كمان كوبي رايت للصورة واضيف بعض الداتا الاخرى زي النام الخاصة بالبروجرام اللي اشتغلت عليه في الصورة واضيف مقاسات وممكن اضيف كمان هنا لوكيشن داخل الداتا دي ممكن اضيف لوكيشن داخل الداتا دي لوكيشن يعني ايه يعني ممكن احقن الخريطة بتاعتي جوه الصورة اللوكيشن بتاع المحل بتاعي اللي هو انت عامله على جوجل ماي بيزنس زي ما تعلمنا في المحاضرات السابقة اضيفه هنا داخل الصورة طب انا اضيفي الكلام ده كله ازاي عند طريقتين يا اما باستعمال برنامج اسمه الاجزيف فوتو ايديتور او باستعمال برنامج الفوتوشوب هنشوف طريقة بتاع الفوتوشوب الاول طريقة الفوتوشوب سهلة جدا باجي على الصورة بتاعتي وبضغط رايت كليك وبعمل لها وبختار برنامج الادوبي فوتوشوب طبعا لازم يكون عندك الادوبي فوتوشوب ده متسطب وبتفعل تمام انت ممكن بتفعله بكراك باتش زي ما انت عايز او تشتريه براحتك المهم يبقى عندك الفوتوشوب ده اي اصدار مش شرط الاصدار ده اي اصدار عندك وافتح الصورة بالاصدار ده هتفتح معا الصورة بهذا الشكل هروح عند قائمة فايل اللي موجودة فوق هنا وافتحها واختار منها حاجة اسمها فايل انفورميشن من فايل انفورميشن هبتدي ابقى اشوف بقى بص كده لاحظ معا الدوكومنت تايتل ضيف لي هنا التايتل لعنوان بتاعك والله مثلا شركة المصطفى مثلا لتنظيف المنازل كواس جدا هنزل هنا تحت بقولي الاثر تايتل هتديها عنوان برضو شركة تنظيف المنازل وبعدين هاجي عندي اكتب وصف للشركة بتاعتك خدمتك اللي انت بتقدمها تنظيف منازل تنظيف كناب تنظيف مقاعد تنظيف مجالس تنظيف سلالم تنظيف واجهات رص الكلام ده كأنها كلمات مفتاحية وبعدين هنا هتكتب كمان الديسكريبشن برضو مرة تاني حاجات بسيطة هنا جملة كده بسيطة والريتنج بقى لاحظ كده انا ممكن اعمل ريتنج خمس نجوم جوا الصورة بتاعتي فتظهر من ضمن الحاجات اللي مترتبة خمس نجوم في جوجل كمان هضيف الكيوورد الكلمات المفتاحية شركة تنظيف منازل وبقى كل الحاجات اللي متعلقة بالكلام ده وافصل بين كل مفتاحية كلمة مفتاحية والتانية بالفاصلة اللي احنا عارفنا الفاصلة العادية اللي عرفناها في المحاضرات الاولى تمام واكتب مثلا هنا تنظيف مثلا سجاد وبعدين سجاد كده غلط سجاد وبعدين اعمل فاصلة واكتب مثلا تنظيف مداخل مثلا تنظيف واجهات اكتب بقى براحتك الكلمات اللي انت عايزة تمام كمان هتضيف هنا وصف description بسيط هنا هتضيف الURL الخاص بالكوبيرايت بتاعتك ويفضل تضيف المكان ده location الكوبيرايت اللي هي ممكن تكون location يعني انت ممكن تضيف هنا حقول ملكية تضيف بدلها رابط الخريطة بتاعتك ضيف الرابط هنا في الURL في المكان ده رابط الخريطة تمام مش شرط يكون هو الكوبيرايت ولكن هي يعني احنا ايه بنلعب لعبة كده بنخلي الجوجل تشوف ان الخريطة مدمجة داخل الصورة الخريطة دي متاخده في منطقة الرياض منطقة كذا اللي هو location اللي انت بتستخدمه في الجوجل my business تمام كده ضيفنا هنا location نحفظ الكلام ده اتحفظ كده الدمج جوة الصورة هل في حاجة ظهر على الصورة لا كل اللي انت هتلاقيه اتحفظ داخل الصورة نفسها هقول له save وطبعا بيديني هنا الاختيارات مش عارف ايه القصة دي خلاص حفظنا شكرا كده مش عايزين حاجة الصورة بقت جاهزة تترفع على الموقع هعمل الكلام ده في الصور بتاعتي قبل مرفعها على الموقع فبالتالي لما ارفعها على الموقع هلاقي جواها كافة البيانات اللي انا كتبتها هلاحظ كده معايا بص الجمال والحلوة ادي التايتل ودي السوبشيكت ودي الريت ودي التاج وبعدين الكيوورد هتلاقيها موجودة تحت في الاماكن المخصصة لها زليات تاكسي دي برضو الكيوورد بتاعتنا نقص كومنت بقى نقص مش عارف ايه تلاقي روعة داخل الصورة تخلي جوجل تشوف الصورة بتاعتك انها براند لوحديها وتترفع على الموقع في الترتيب بتاعها فترفع معاها الصفحة اللي موجودة عليها الصورة في موقعك فترفع ترتيب موقعك على الكلمة المفتاحية الاساسية بتاعتك او على الكلمات اللي انت ضيفها داخل الصورة تخيل لما يكون عندك بقى 100 صورة محقونة بهذا الشكل بالكلمات المفتاحية والتاجات والتايتل والكومنت وكل حاجة بشكل رائع اعتقد ان انت هتكتسح جوجل ان شاء الله خلال المدة قصيرة جدا وبدون تكاليف اضافية يعني انت مش بتدفع تكاليف عشان الكلام ده يتعبل انت بتعمله بايه ده طب لو انا عندي 100 صورة هاعد اعمل الكلام ده كله لا فيه بعدام الخاصة بتعمل لك الكلام ده كله انت بتملال بايانات دي مرة واحدة وهي بتاخد الكلام ده انهولك داخل 100 صورة 200 صورة الف صورة زي ما انت عاوز احد هذه البرامج عندي واحد منه اللي اسمه او اكزيف راح نلاحظين معايا اسمه ريخم شوية اااا زائي بزيفر زائي بزيفر زائي بزيفر تمام زائي بزيفر ده بردгрام انت بتشتريه تكلفته مش كبيرة تكلفة حوالي عشرين دولار حاجة زي كده يعني خمسة وعشرين دولار بالكتير ويبظل معك طول العمر خلاص على كده تقدر تحقن بيه داتا رهيبة رهيبة جوه الصورة كلام كتير جدا اه اوثنتيكيشن وكوبرايت وسيريال نمبر للصورة بتاعتك وكوبرايت للصورة بتاعتك واسم البراند بتاعك وعلمة مائية وتحقن الخريطة بتاعتك ممكن تحقن اكتر من خريطة ورقم تليفونك وكل الدنيا دي تحطها جوه الصورة في داتا داخلية تبقى مخزنة داخل الصورة بتاعتك تستخدمها في حين جوجل ما ترفع الصورة دي في الترتيب بتاعها هتبقى يعني رائعة 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 جدا تمام فدي كانت الخطوة بتاعتنا اللي هي ازاي اعمل اي اي سوفت وير اللي هي برامج الزكاء الصناعي اللي بتخلي جوجل تصدر الصور الخاصة بيك واس جدا طيب صدرت الصور وبعدين حاجة بقى مهمة جدا الصور بيبقى حجمها ضخمة السيادتك انت عندك صور حجمها تقيل حجمها كبير بتبطأ من التصفح بتاع الموقع فبالتالي محتاجة اخفف حجم الصورة من داخل نفس البرنامج سواء الاجزيفر او سواء الفوتشوب تقدر تعمل تصدير للصورة على انها حاجة اسمها ويبي ويبي حاجة خفيفة جميلة جدا مش صعبة خفيفة على المواقع تقدر تستخدمها بصورة ايسر من الجي اي اف والب انجي والكلام زي كده طيب ازاي حاول ديلة الصورة دي بفتح الصورة على الفوتشوب زي ما تعلمنا بعد ما اضيف الداتة بتاعتي وازبط الدنيا خلاص اوكي هعمل اكستراكتنج للصورة هطلعها برا او هفكها بنمط او بنوع تاني سيف اس طايب نوع تاني هعمل كده فايل تمام واصدر الصورة دي بنوع تاني سيف اس اكوبي وبعدين اختار من الامتدادات اللي ظهره قدامي في الفوتشوب حاجة اسمها ويب ويبي ويبي الامتداد ده تمام كده وبعدين هقوله سيف يحفظ للصورة بامتداد اسمه ويبي طبعا فرق شاسع ما بين حجم الصورة بالويبي وحجم الصورة العادية تمام الويبي اتنين كيلو بايت تلاحظ معايا كده همساحت الصورة لو انت مش شايفة هنعملها في البروبيرتز هتلاقي هنا عند حضرتك صايز اتنين كيلو بايت طب اصل الصورة كان كامت على الصورة الاصلية هي رايت كليك اعمل شوف حجم الصورة كان ستة وتلاتين كيلو بايت يعني اربعين كيلو بايت بمعنى اصح يبقى من اربعين كيلو بايت الى اتنين كيلو بايت وديك ملاحظ نفس الجودة بتاعت الصورة ما تغيرتش ولا حاجة الصورة شكلها كويس جدا نفس الجودة بص ادي الصورة هي اللي هي صغيرة في الحجم اللي هي اتنين كيلو بايت وادي الصورة اللي هي 40 كيلو بايت طبعا بتاخد بص وتاخد وقت قدي حتى على الجهاز بتاخد وقت في اللود مفيش فرق اطلاقا في الرؤية والمظهرية بالنسبة لجوجل مفيش يعني حاجة تخليك تقول قلق ده الصورة بقت وحشة قوي دي بكسلت دي بازت دي تبهدلت ولا اي حاجة فيها يا دوب سكرتش خفيف جدا على الحدود طب لا انا معلش عايز اتحكم في السكرتش ده وعايز الصورة تبقى جودتها اعلى من كده شوية مفيش اي مشكلة فيه بروجرامز تانية هنتكلم عنها في المحاضرة التانية تخليك تتحكم في النسبة يعني مثلا دي 40 كيلو بايت ممكن اخليك تخليها 20 تخليها 15 اعلى من 2 كيلو شوية فبالتالي يبقى جودتها احسن سنة من الصورة دي تمام كده ولكن بتبقى بنفس الامتداد WEPP خفيف جدا سريع جدا يخلي الصفحة عندك طلقة طيارة في تصفح على الانترنت وده بيرفع من ترتيبك في جوجل بنسبة 30% بدون ما تدفع اي فلوس شكرا لكم دي كانت بعض اللقاطات من بعض المحاضرات المسجلة في المحاضرات بتاعتنا طبعا المحاضرات بتكون بس مباشر live بيكون الناس موجودة الناس بتسأل و بتستشير لو في حاجة مش مخفوما بتتعاد مرة و 2 و 3 وبعدين بتاخد المحاضرات مسجلة بعد انتهاء المحاضرة تقدر تزاكرة كواس جدا و تطبقها و بيبقى فيه قبل المحاضرة التالية سيكشن صغير حوالي ساعة للاسئلة والاستفسرات لأي حد حابب يستفسر عن حاجة او مشكلة واجهها اثناء عمليات التنفيذ او عمليات التطبيق الدبلوما المتكملة فيها تصميم مواقع فيها جوجل ادس فيها اسي او حاجة برايفت مش حاجة عادية مش منتشرة في اليوتيوب او مش موجودة في اليوتيوب في شروحات المجانية فيها معلومات قوية جدا فيها تحتيسات قوية جدا ان شاء الله هتعجبكو هتنال يعني راج قوي نتيجة لان المعلومات اللي موجودة فيها مش مبخول فيها على معلومات معينة يعني المعلومات هتاخدها كاملة مكملة مش فيش اسرار هيتم الاحتفاظ بيها مفيش تريكات هنقولك لا التريكات دي بعدين ولا في كورسة خاص ولا في حاجة تانية لا مفيش اي عاجة من حاجات دي طبعا رابط الاشتراك موجود عندك في ديسكريبشن هيزهر قدامك تحت في ديسكريبشن تحت الفيديو تقدر تشترك من خلاله وتسجل فيه وبعد كده هيكون فيه محاضرة أولى مجانية تعريفية بكل التفاصيل الخاصة بالكلام ده وتحديد لموعد الاطلاق ان شاء الله هيكون فيه بداية شهر واحد القادم بعد خمس شهر ريوم تقريبا هنبدأ الأولى المحاضرات وهتكون المحاضرة أولى مجانية تعريفية بالكورس بشكل كامل شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته